مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنهوا الإعجاب حضراتكم تحية لكل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الأهلي تحية كبيرة لحضراتكم النهاردة هنبدأ بيه هنعمل صناية بطاطس لطيفة بالفراخ هعمل فيها الفراخ هنا وهي مش مسلوقة وهنتكلم عنها شوية مع بعض ونقول نقدر نطلع صناية الفراخ الفراخ مستوية وجميلة من الألف للياق نيف ناي مع صناية البطاطس إزاي هنقول المقادير وبعدين نبدأ نحكي مع بعض وإحنا شغالين أول حاجة عندي صناية البطاطس بالدجاج هي عندي فرخة متوسطة هنقطعها أربع تربع أو لو حضراتكم عايزين تقطعوها على ستة زي ما تحبوا عندي نص كيلو مثلا من البطاطس عندي بسلتين كبار مفرومين توم مفروم لتر من عصير الطماطم اتنين معلقة كبيرة من الصلصة كوبايتين من المرأ وزيت وعود قرفة وملح وفلفل القرفة دي اختياري بستدي تاستو طعم جميل جدا هتستمتعوا بيها وجربوها كده قولوا لي رأيكم طيب أنا أول حاجة بالنسبة للفراخ طبعا إحنا اتفقنا أنه لازم نخسل الفراخ بجد غسلة كويسة جدا بالملح والدقيق وبعدين ممكن نديها بعصير لمون أنا الحقيقة في الفراخ دايما يعني قبل ما أتعامل معها بحب أديها الغلوة الغلوة دي اللي هي بحط حل على النار فيها مية وبحط فيها شرحتين طماطم وعصير لمونة وأسيبها وأبعدين أنزل الفرخة فيها لما تكون الفراخ دي فراخ بيضة الفراخ البيضة دايما بنحاول نعمل الحركة دي فيها وبعدين أسيبها تغلي غلوة لما يطلع فوم أبيض على الوش كده أروح وأخذ المياه دي دلقاها وشطف الفرخة وحطاها في طبق وأستخدمها ده لو في الحالة دي حضراتكو يعني إيه متخوفين شوية أنه الفراخ ما تبقاش محطوطة نية مليون في المية طب أنا النهاردة هعملها نية بما أني متأكدة أني غسلتها كويس جدا وما فيهاش زفارة عصير اللامون دايما بيبقى حاجة مطاهرة وبتبقى الفرخة مضيفة تماما ما فيش مشكلة والجلد ده تقدره إلا حابب يعني يخليه وقت الأكل تمام بس هي الحاجة الوحيدة اللي هتثبت عليها الصوس ويديره أرمشة في الفرن لصنية الفراخ هي اللي بتدي الشكل الحلو ده لو أنا خليتها من دلوقتي مش هتدي حضراتكم الشكل والطعم ده طيب هنددأ أول حاجة أقول باسم الله هاخد كده بس الحاجة دي على جنب كده هتبقى الفرخة الأول بما أني هعمل نايف نايف هاخد بولة كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البصل تقدروا تقطعوه أصغر من كده هسيب شوية هاخد شوية من البصل ده مع هنا مع هاخد من هنا كده إيه فصين توم صغيرين وهكمل الباقي مع البطاطس نفسها وهاخد ملح وفلفل بسم الله الرحمن الرحيم معلقة ملح كده ومعلقة فلفل وهبدأ واخد رشة من البهارات اللي هي السبع بهارات نص معلقة كده صغيرة وهمسك البصلة دي أعملها كده عشان أساعد الملح دي يساعد إنها تطلع لإيه السويل اللي فيها وإيه وأبقى عملتها كده مع الملح والفلفل وشوية سبع بهارات دول وهبدأ أخد الفراخ فيها وهسيبها في جنب يعني عايزة أتبلها كده شوية بيها هسيبها شوية لو عايزين تحطوا تحت الجلد شوية ماشي أهو أنا بحب دايما أعمل كده أما بتستوي كمان بتبقى طعمها حلوة قوي يعني أما بتدخل في السوى في الفرن بتدزي كده طعم حلو ليه الفراخ بأعمل كده بإيه دي وبأدخل هنا جوه شوية طعم اللحم بيبقى حل وطبعا لو إنتوا عايزين تعملوا المرحلة دي قبل ما تعملوا الفراخ ما فيش مشكلة خالص يعني قبل ما تعملوا صنعت البطاطس بشوية صغيرين نصف ساعة ساعة مجراش حاجة أهي كده الأول وهاخد هنا يعني بتتفرج كده وكده كده أول ما هيبدأ البصل ينزل المية بتاعته إن شاء الله هتدي طعم كمان جميل جدا دي لو بعملها نيف ناية هنيجي تاني حاجة فيها بصوا بحط تحت الجلد هنا من البصل والتدبيلة بتاعته أهي هشيل بقى الطبق ده اسمحوا لي هنا طيب كده وإيه وتدبيلت هنا هسيبها شوية بقى زي ما حضراتكم شايفين كده عشان أنا عايزة أعملها ناية ناية هنيجي بقى للخطوة التانية هي إيه هاخد البطاطس دي وهعملها في الطوجن أو في البيركس أو في أي إن كان اللي أنا هقفل فيه هقفل فيه الصناية بتاعتي وحديها من نفس التوابل عشان تطعم كويس هوري حضراتكم حال وهنبدأ نشتغل معاها كده أنا معاكم قولولي قولولي مين معانا أنا معاكم طيب هبدأ كده هاخد البيركس اللي هشتغل فيه في البطاطس نفسها هاخد كده نفس فكرة أنا بوزع بس البصلة دي مع الكمية بتاعتي خدت بسلتين كبار ووزعتهم عشان كل حاجة تبقى واخدة من التدبيلة حلو شوية بوهرات التوم اللي احنا اتفقنا بقى عليه هنا هيكمل هننزلوهم معلقة توم صغيرة كده وهاخد الملح والفلفل بسم الله طبعا هنا كده نص معلقة ما تنسوش ان احنا تدبينا الفراخ كل حاجة ليها تدبيلة مستقل طبعا البطاطس بتاخد شوية بتسحب من التدبيلة شوية حلوين يعني ايه دايما لما تكون فيه اكلة وكان زاد الملح بتاعها تلاقينا دايما ايه نحط معاها قطعة بطاطس عشان تتشرب شوية من الملح عشان تخفل ايه نسبة الملح في الاكلة دي طيب هبدأ بقى اخد شريح البطاطس دي بسم الله الرحمن الرحيم متقطعة كده ومنقوعة زي ما حضراتكم شايفين طبعا ننقل البطاطس الخاصة بالطهي يعني فيه بطاطس للطهي فيه بطاطس للتحمير بسم الله انا معاكو حبيبي لو التليفونات قولولي بس مين وابقى سمع صوتكو يا ريت اسمع صوتكو عشان اتطمن ان انا سمعاكو اوكي يا حبيبي بس اسمعكو عشان اتطمنة بس كده هبدأ ايه هاخد كمان شوية بسم الله شايفين الجمال معانا هبة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا حبيبي ايه الحاجات الحلوة دي جميلة يا حبيبي صنية البطاطس دي تسلم ايديك على كل حاجة الله سعيدك تسلمي كل بارح بقى الاكلة بتاعت انبارح دي كانت تحفة يا حبيبي تسلمي كلك زق والله ربنا ما حرمي منكو ابدا اقربت بقى البصل المحشي ده طعم وحكاية بجد يا حبيبي تسلمي يا روح قلبي صحة وهنا تسلمي يا حبيبي اللهم يعني مزيد ودايما متفوق ومتقلق وربنا يسعد قلبك بيهم يا رب امين يا رب العالمين امين تسلمي عندي احمد عزة ايوه اخواتي يوسف شعبان ومهاب اشرف الف مبروك لأحمد والف مبروك لمهاب والاشرف ربنا نجحهم ويا رب دي من من نجاح لنجاح يا رب امين يا حبيبتي ربنا يفرح قلوبكو يا رب دايما كل الولاد اللي نجحوا ببعط لهم تحية وتهنئة تسلمي لي يا هبة مرسية على زوءك ومرسية على مدخلتك الحلوة بصوا بقى انا اعملت كده عشان البطاطس دي تاخد تدبيلة كده شوية حلوين وبعدين هاخد الفراغ دي وهبدأ احط هنا كل واحد منهم يعني ايه صدر وجنبه واركة كده كده واغطسها شوية يعني في قعدة بطاطس تحت واققيه ودي جنبها كده خلاص شايفين جميل هناخد صدر ده كمان حاضر من عيني كده هنعمل بقى جنبها شوية رز بشعرية ولا بقى لو ما عندكوش مرأة ولا عندكو حاجة هتتدقوا شوية رز بشعرية حقيقي يستهلوا يعني يعني يستهلوا ان انتو تحطوا فيهم ايه الحاجة الحلوة اللي انا هحطها دي طبعا هو هنا بس طبعا كل ما تبقى الحاجة محندقة على قد الحاجة كل ما تتكمر وتبقى الصوص بتاعها كده جميل طبعا شوية البصل دول هسيبهم لا طبعا هحطهم هنا فوق الفراخ خلاص كده ويه هنبدأ بقى نجهز للصالصة طيب انا هعمل الصالصة ازاي انا هنا عندي عصير طماطم طماطم ضربتها في الخلاط فراش عادية جدا وروح تحط عليها معلقة صالصة معلقة صالصة بدي بس ادعم اللون اللون الحلو عود القرفة ده هحطه هنا مش هعمل حاجة ليه انا اخترت ان يبقى عود قرفة خشب عشان النكهة بتاعته بتبقى خفيفة مش ظهرة قوي وتحط على الوش مش جوه البطاطس فتدي بس طعم بسيط وخفيف كده خلاص هبدأ بقى اخد الصوص ده هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم وهنصب عشان نسوي بقى دي طب هنقمرها ازاي هتكلم مع حضرتكو حالا على التسوية دلوقتي طبعا هتطلع نايف نايف لكن هتاخد ارماشة وصلصلة هتشوفوها في اللي احنا عاملينها كأنكو صلصلتوها انا عارفة ان فيه ناس ممكن تاخد صليت البطاطس دي على البتاجاز افتكر لو فيه حد بيعمل كده قولولي ويروحوا مدينها غلوة الاول قبل ما يحطوها في الفرن كانوا اهالينا زمان يعملوا ساعات الحركة دي صحة ولا انا غلطان انا طبعا حطت هنا كوباية من المرأ يعني حطيت عصير التماطم حطيت كوباية من المرأ حطيت المعلقتين الصلصة كلهم ودوبتهم هنا مع بعض عشان حضرتكو تبقوا عارفين عشان كده الصوس خفيف فانا هنا ضيفة المرأ مهم هنا حطيني مرأ زيادة طيب اهو شايفين ازاي دي بقى فتاجن كده او صنية بطاطس كده ايه رائع عايزي تعملوها فلصانية تعملوها فتاجن تعملوه زي ما انا عملها كده ان شاء الله تطلع تجنم بسم الله شايفين اهو اللتر يعني خدنا اللتر ده عبارة عن كوباية مرأ واثنين كوباية من عصير التماطم مع لقتين صلصة زي الفل او ثلاث كوباية كباية من عصير التماطم بس بعد ما تصفوا خلاص معلش اسمحولي بس هعمل كده في ناس ساعد تحب تحط مثلا شريح التماطم شرحتين براحتكو انا ما عملتش ده لكن هوري حضراتكو هبدأ اعمل ايه هاخد كده من ورق الزبدة وعندي كمان السيلفر الفراخ لما تكون ناية لازم تتكمر في اول مرحلة اي حاجة محتوطة نايف نايف الفرن لازم تكمروها علشان البخار يتكفل عليها وتستوي لو انا ما عملتش كده وسبتها مفتوحة مش هتستوي الفراخ خلاص هتلاقوها مش مستوي هاخد ورقة من الخبز دي عشان طبعا ممكن تعدي معي الساعة هعمل كده وبعمل كده ليه عشان دايما ورقة الخبز دي ما تلزقش على سطح اللحمة او الفراخ او الحاجة وهي في الفرن فتبقى اعلى منها وما تلزقش فيها خلاص هعمل كده وبعدين معلش هنحط كده هحشرهم في الجوانب كده الاول يعني اهي تحشيرة خفيفة كده بس تبقى هي اللي ملامسة للسطح وبعدين هاخد الفويل بسم الله وهاكمر الايه الصينية دي كويس معلش هعمل واحدة كمان لازم تتكمر صح تتكمر حلو وانتو شايفين كمان الفراخ عندي بصوا كبيرة يعني الفرخة دي كبيرة اهو شايفين ازاي مايبقاش مهوي خالص اهو الفرن عندي سخنة حرارة 180 هحطه على ممكن الصاج اللي هو قريب للتحت هوري حضراتكو فين او على الشبكة في النص اللي يريحكم طيب انا بحط في الاول بصراحة هنا بصوا كده بسم الله شايفين الصاج فين عالي اول حاجة هحطه على الصاج الاول ليه عايزة تبقى اقرب حرارة ديها لان دي مرحلة السوا المرحلة اللي هي لازم فيها تبقى الحرارة قريبة منها وتاخد وتدي مع بعض كويس قوي لما اجي بقى عايزة اوصل ان انا دخلت في التسوية واكشف عليها مثلا بعد مثلا اتعدي 50 دقيقة او مثلا اكتر من 50 دقيقة على حسب ممكن توصل ساعة على حسب 50 دقيقة مثلا هروح رفع الفايل والورقة الزبدة وامطلعها على الرف اللي في النص واشغل الشواية لو باقي فيها تسوية ما تشغلوش الشواية هتسيبوها في الفرن هتستويها تلون لوحدها مش هتحتاج حتى الشواية لو الفرن في مروحة طب لو مفوش مروحة يبقى هنتابع السوا وبعدين هنشغل الشواية من فوق وانتبعها ناخد اللون الحلو اللي هيبان دلوقتي مخرجنا هيوريه لحضراتكم هيديكم اللون ده وهي كده معمولة نيف ناي عشان الناس اللي بتبقى عايزة تعمل اكل صحي احنا لو تلاحظوا انا ما حطتش اي مادة دهنية في صناية الفراخ دي يعني لا حطت زيت ولا حطت سمنة ولا حطت اي حاجة انا اعتمدت على الجلد بتاع الفراخ ان هو فيه نسبة دهون كفاية اوي انها تطعم بيها الوصفة دي واحنا لو اشتغلنا كده في كل معظم يعني طواجدنا او اكلتنا هتلاقوا الدنيا جميلة وخفيفة وصحية اكتر طماطم لازم تتصفها جماعة ولازم نشيل القشر مش هينفيدنا زي من كانوا بيعصروا لو تفتكروا في المصفة علشان هو كان مفيد اوي للادين القشر الطماطم لادين السيدات للجلد حلوة اوي كأنه ماسك طيب انا دلوقتي بجهز هعمل رزب شعرية قطر حضرتكم شوية رزب شعرية انما يعني ايه حلوين بجد طبعا هنقول مقدرنا اللي بيحب الشعرية كتير هيحط كباية على ثلاث كباية رز اللي ما بيحبش الشعرية كتير حط نص كباية خلاص هتبق كده اخد مادة دهنية اللي هو الزيت وده لو ما عنديش مرأة او ما عنديش اي حاجة بسم الله هاخد كده بصوا مش كتير معلقتين زيت ما بحبش اغمرها طب لو انا عايزة طعامه بحاجة هتحطه نقطتين زيت معلقة صغيرة قد كده من السمن البلدي اذا انتو حابين تستخدموا السمن البلدي معلقة صغيرة من السمن البلدي ما تضرش لكن السمن الصناعي ما باملوش قوي ما بحبش اعمل بيض حقيقة الرز بصوا بقى اللي هيدي الطعم تعالوا كده نشوف عندي هنا شايفين دول ثلاث حبات من المستكة هحطهم لازم في المادة الدهنية عشان تدوب ما بيدوبش الا في مادة دهنية لو حضرتكو حطتوه بعد ما تحمرو وتحطوه فوق المية هتفضل زي ما هي وهتلزق في جوانب الحلة وحددائكو بصوا كده شايفين خلاص اختفت اهي حطناها دابت تماما في وسط الزيت هننزل بقى الشعرية بسم الله الرحمن الرحيم وهنقلب لحد ما تاخد اللون الحل ومعانا أم جوزيف سلام عليكم صباح الخير صباح الفل عليك أم جوزيف الغالية ازاي ازاي يا قلب ربنا يخليكو تطلم ايديكو في اسلام يا حبيبتي قطر خيرك ربنا يخليكو يا رب عملا ايه قوليلي لا كويسة ربنا يخليكو يا رب حبيبتي عايز اللي عزت في الكشرة اللي عزت الأصفر بالرضي منعين نزلولك حالن ده احنا عملنا ما شفتيش الحلقة ولا ايه لا ما شفت هايش بصراحة لا حالا هنزللك مقاديره حالا منعيني عصاير عشان الحر دي العصاير والبتنجان اللي انتي عايزاه الناي اللي هنخلله الأسبوع الجاي في حلقة مخللات بس منعينية عينية يا مجزيف حاضر نزللنا يا نودي بعد اذنك الكشري الاسكندراني الطريقة الجميلة اللي احنا عملناها على طريقة اسكندراني تحيل كل اهل اسكندراني كده بصوا بقى هنحمر كده برضو انا بحاول اقنن شوية الدهون بصوا احنا عايزين يعني ايه احنا في ادينا على فكرة احنا في ادينا كل حاجة كنت مرة عند ناس ولقيت المعلقة بتاعة السمن كان زمان يعني كنت انا لسه يعني ما تجوزتش ولا حاجة ولقيت معلقة من السمن كبيرة جدا بنعمل بيها الرز انا شفت المنظر ده مقدرتش انا قلت لو كانت الرز ده اكيد بطني هتوجعني ان مش متعودة في بيتنا ان احنا نعمل حاجات تقيلة دايما كان الاكل بقى نيف نيز ما حضراتكم بتشوفوه كده طواجن تطلع كده والرز اه بنحط سمنة بلدي اه احنا من الناس اللي بتاعت على قديمه يعني ولكن بمعيار يعني مش بالكترة عشان نقدر نبقى الدنيا جميلة وكويسة فدي كانت من ضمن الحاجات اللي انا حبيت اقولها لحضراتكم ومش بالكترة مع الوقت بتبقى ما هو كل شيء لو زاد عن حده بينقلب الى ضده يعني ايه انا مسموح لان انا اخذ هي صحية لكن صحية بنسبة وليست صحية ان انا اخذ منها بالكبشة واحط منها كميات رهيبة طيب فيه ناس كمان بتبقى مش هتقدر تستخدم الزيت مش عايزة تحمر يعني تعبانين وربنا يشفيهم ويعافيهم هشوح الشعرية دي حطها في اي صاج او طاسة تدخل الفرن واحمصها في الفرن من غير اي مادة دهنية خالص هتطلع لونها دهبي وهتبقى صحية جدا للناس اللي حب ده وبنضيف بقى الميا او ما بنستخدمش يعني حاجات سئيلة بتعاملت بميا بدون مادة دهنية خالص يدوب رشة الملح البسيطة طيب كده هنشوح بقى طبعا المستكة دي بتدي طعم كده حلو قوي بالزيت مع الرز الأبيض والرز اللي بشعرية خلاص في ناس ساعة تحب تعمل الرز ده باللسان عصفور او تعمله مثلا ملح عضر او تعمله مثلا بايه ميا هنا بصوا لازم تكون بتغلي معي ميا بشغل الكتل عشان عقبال ما يخلص احط ميا بتغلي علشان يبقى الرز طالع مظبوط ويطلع مفلفل ولو حطيت ميا ساعة الرز بيقفش وما بيبقاش حلو ولو جيتوا حضراتكم لأي حاجة بتغلي على النار عايزين تحطولها ميا ضفولها دايما مرأ سخن ميا سخن عشان ما توقفوش السوا بتاعها كده بنقلب بقى تقريبة حلوة بصوا انا بحبوا ما بين الحكتين يعني فيه منه لونين لون دهبي فاتح ولون غامر ما بحبش كله يبقى لون واحد بيطعم كده بشكل جميل نبدأ بقى اجهز هنا جنبي الملح بسم الله الرحمن الرحيم وممكن هسقيم ميا عشان قلت لحضراتكم ان انا مش هعمل فيه مرأ عندكم مرأ لو موجود هتسقو بيه تمام طيب هنقلب بقى تقليبة حلوة كده بسم الله هحط الرز الرز كل كباية رز مصري عليها كباية ميا سخنة او مرأ هنقلب كده بس لازم احط معلقة الملح اهي وهنقلب ودايما بعمل توازن يعني انا حطيت دلوقتي ملحت كويس في صناية البطاطس وهي ملحها مظبوط الفراخ مظبوطة طيب الرز حتى لو مش مظبوط ملحه بدرجة كبيرة اللي انه هيزبط معين هنقلب بقى تقليبة حلوة كده ياخد بس ايه تشويحة كده ويه هناخد رماية الصخ وناخد معانا ام اسلام يا صباح الفل يا صباح الهانا اهلا اهلا مني انا بسم الله حبثت عاملة ايه ازايك انت يا غالي اخبارك ايه الحمد لله يا حبثي واحسني والله انت اكتر والله انت اكتر ربنا يخليك يا حبثي من ورد دنيا كلها الله يسعد قلبك حبيبة قلبي ربنا يخليك يحبثي ويحسن ما بين ايدك يا رب امين يا روح قلبي امين ويخليك وليا والله ربنا يخليك يا حبثي ودايما منورة الدنيا كده ودايما ممتعنا بوصفتك الجميلة ربنا ما يحرمني منك ابدا اسلامي يا امو اسلامي ان شاء الله يعني مش قادرة اقولك بجد يعني اي حاجة ما بتخبهاش وانا يعني بصي يعني انت قد بنتي حبيبتي لكن والله ما تكبريش نفسك انا اكبر منابك لا 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 معلش يا حبيبتي يا حبيبتي تسلامي ويخليك لينا تسلامي وسلامي لكل كرو البرنامج الله يسعد قلبك صباحك زي الفل وردة من رب العالمين ان شاء الله يا حبيبتي شكرا لك يا امو اسلام نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي بصوا بقى خلاص اول ما بيغلي هدت النار خالص وحابدأ اواطي النار انا هدت خالص يعني هنا ايه شفتوا بقى اول ما غلي غلوة على طول اهدي هسيبوا بقى يتشرب براحته حطيت بس فصين حبهان يدوا طعم كده مع المستكة جمال وتاكلوا احلى روز بالشعرية ان شاء الله سمحونا بقى نطلع استراحة هنرجع بعد الاستراحة نبدأ في وصفات جديدة ومهارات جديدة نستنى يا حضراتكم وارجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة عملنا الروز بص كده بصة بالشعرية اهو لستا شوية بيتشرب وبعدين هنبدأ في وصفات راتي لطيفة ان شاء الله تعجب حضراتكم خلينا بس نقين حط ده هنا اهو ده الروز بس بشوكة كده بسم الله هنسيبه بقى يتشرب على شوية البخار اللي بقين دول علشان يطلع مظبوط ان شاء الله بسم الله ريحته حلوة بصراحة طيب ممكن نعمل لو بقي عندي شوية مثلا هفترض زي ما بيقولوا اي حتة من صدر فرخة مسلوء ولا حاجة وعايزة استفيد منه ممكن نعمل طبقة كشكة المزايا بسرعة فانا هعمل مع حضراتكم دلوقتي وصفة الكشك عندي صدر فرخة وعندي هقولكم المقادير عندي للكشك صدر فرخة مسلوء عندي حوالي اربع معالق كبار من الدقيق كباية زبادي كبايتين لبن كبايتين من المرأ اربع معالق من السمن ملح وفلفل اسود وبصل مقرمش تقدروا تعملوه كمان من غير سمن خالص لو انتوا حابين انو تحطوا دقيق مع اللبن والمرأ وتضربوه في الخلاط وترجعوه على النار وتبدأوا تعملوا ده فيه ناس ما بتقدرش انها تستخدم المواد الدهنية كتير انا بدي بدقل لحضراتكو عشان لو مش عايزين تعملوا الخطوة دي لكن انا هنا هعملوا قدام حضراتكو اهو ان شاء الله وحبدأ اشتغل في البصل هنا طيب اول حاجة هاخد كده ادي دي ايه وهاخد معلقتين ثلاثة سمن وانعمل كده خميني بس ايه اوضح لحضراتكو هنا هاخد بسم الله الرحمن الرحيم ماشي اخد المعلقة دي فيها السمن الاول كده اول بداية البشعمال اللي احنا بنضيفه لأي وصفة هم دول تلات معلق عموما يعني من السمن وهحط عليهم تلات معلق من الدقيق وخليني كده اقل بالاول باللواس كده ادخل الخليط ده بعض عشان ايه الفكرة من الخطوة دي عموما في البشعمال او في اي حاج ان احنا بنطلع رحة دي الني من الايه من الحاجة لا ازود شوية دي والله يا سلام يعني عروس البحر متوسط متكلمنا منها حد دلوقتي معنا ريتاج اهلا اهلا مرحب بأهل اسكندرية يا ريتاج ازايك يا روح قلبي اعملي ايه انا بخير يا روحي انتو عاملين ايه الحمد لله منورف شوية يا روحي تسلميني مرسي تسلم زوئك عاملين ايه يا جميلة اخبار الجو في اسكندرية ايه يا ريتاج مرسي يا ريتاج حاولي تكلميني تاني كنفسي اتكلم معاك هنقلب تقليبة كده نص معلقة صغيرة وهنا انا بسخن التاسا هحط هي الزيت محمد انت حططولي فين يا محمد اماشي خلاص اخد من اللي عندي هان خلينا حط مع التاسا وانا بحمر البصلة بجهزها جانبي هنا شوية زيت كده وبحط معلقة سامنة كمان طيب تسلم ايديك يا محمد شكرا ماشي تسلم ايديك وعناك هاخد كده معلقة سامنة تدي بس طعم مع الزيت وانا بحمر البصلة دي خلاص وحطها جانبي هنا بصلة عادية جدا اهو هحط بس عليه رشة ملح بس وهنا بحمر الزيت مش عايزاي غايل لونه ولا حاجة انا كده مش عايزاي غايل لون خلاص هقلب بقى هنا البصل كده ياخد لحد ما ياخد لون حل يتحمر في نفس الوقت اللي بعمل فيه الكشك هاخد بقى المرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرأ فراخ مرأ اي حاجة بسم الله وهنقلب كده تقريبة كويسة وممكن ازود شوية كمان كده هاخد الزبادي يعني قلبة زبادي من صغيرين 80 جرام عشان هو بيعتمد على الزبادي الحقيقة بشكل كبير اهو وهضيف كمان بسم الله اللبن وهقلب الخليط ده مع حضراتكو وأنا هنا بقلب برضو البصلية اللي حتطلها رشة ملح لأكثر ولا أقل تتحمر لحد ما تاخد لون حل طبعا تقدروا صغروا البصل عن كده عايزين تعملوه بسم أرمش جوانح زي ما بنعمل الكوشري ماشي بس أنا أصيب أحب أضيف شوية من البصل ده جوه الخليط بتاع الكشك هاخد هنا كده رشة بسيطة بسيطة من الفلفل ورشة بسيطة من الملح تاني زيادة الزبط يعني وخلينا بقى أخد صدر الفرخة ده أقطعوا أنا مع حضراتكو هنا على القاتنج بورد كده هنا عشان إيه أقطعها حلوة دخلها في الخليط تقدروا تعملوا منه وصفة جميلة تسلم إيلا كمان شكرا جزيلا جميلة هسيب بقى أنا ده كده جانبي شوية زي ما قلت لحضراتكو بصوا التقليب مع طول الوقت عشان المرأ كان بارد بقلب هنا كمان لإيه البصلة بتاعتي حطت معها شوية زيت وشوية من السم وهنا هاخد كده أقطع لصدر الفرخة ده وإن شاء الله هتشوفوا فيه حلقة مميزة لللي طلبوا مننا اللانشون الفراخ واللحمة هتبقى إمتى يا رانيا قولي لي رانيا حلقة اللانشون هتبقى إمتى إن شاء الله يوم الأربع إن شاء الله اللي طلبوا مننا حلقة اللانشون فراخ ولحمة من الفراخ واللحم وعملنا اللي زينا الجميلة لسبرينج رولز اللي طلبتها بالخضار وإن شاء الله نعمل بعد كده البسترمة ونعمل كمان اللانشون من غير لفراخ ولا لحم اقتصادي لو حضراتكو عاوزين أنا عملته بسدر فرخة طلع رول يعني رائع الحقيقة يعني بصراحة طيب هاخد كده سدر الفرخة اللي احنا سلقينه أو بواقي فرخة كانت عندنا هنفصصه ونتعامل معاه عادي أنا بس عايزة هنا يبان عايزة يبان معايا عشان إيه ونبدأ أقلب هنا تقليبة حلوة لحد ما يمسك معنا هنا الرز خلاص بصوا هابدأ أقلبه بقى وأقدمه مع البطاطس بتاعتي وبقلب هنا هو شايفين البصل رشة الملح شوفوا بتتدبل البصل آية إزاي وتخليها تدخل في السوا على طول أهي ونقلب هنا تقليبة حلوة أول ما يبدأ يدخل في التشكيل أو في التقل هنبدأ إيه نحط الفراخ معنا مادام سوريا حبيبة قلبي أهلا وسهلا من أستراليا حبيبة قلبي حبيبة قلبي مادام سوريا حضرتك أكتر والله سعيدة سعيدة بسماع صوتك رح بنا يخليك ومنورة كده دايما يا رب تتجم إديك على الحاجات الجميلة بتعملها حبيبتي أنا اللي بشكر حضرتك والله إن سمعت صوتك النهاردة حظي حلم نعم مستي يا حبيبتي أنا عمالة بحاول من الساعة ما ابتديتي مش عارفة أصلك يا حبيبتي الحمد لله ده من حصن حظي والله تسلميلي دا أنا اللي محظوظة وألف ألف مبروك لنجاح أولادك يا حبيبتي الله يبارك في عمرك يا فندي يا رب كده ما تفرح بيهم وتشوفيهم في أعلى المراكب آمين يا رب العالمين آمين وكل السماعين يا رب العالمين ويخليك ليهم ويخليهم لكلهم يا رب آمين يا حبيبة قلب آمين ويخليكي مادام سوريا صحة وعافية حبيبتي أنا اللي أسعد شكرا لحضرتك جدا بجد والله شكرا مرسي يا مادام سوريا أسعدتيني طيب أنا دلوقتي بقلب كده الكشك حاضر هقلدم بس الروز بعد إذنكو ممكن بسم الله ناخد كده إيه عايزين نلقلت ده بس كده أنا هعمل فبولة عادية خالص هقدم فيها الروز مع حضراتكو خليني أجيب لهو شمكتا مع علاقة من هنا بسم الله وهاخد كده عقوبال ما الدوني هنا تصبط معنا بسم الله الرحمن الرحيم هاكبس كل ما ياخد كده بسم الله الرحمن الرحيم وهاكبس هاكبس كده نعمل قلب حلو كده للروز بسم الله الرحمن الرحيم جنب صناية البطاطس الحلوة اللي عاملنها دي كده طبعا بنقلب البصلية طول الوقت علشان ما يبقاش فيه أجزاء أحمرت وأجزاء لأ طبعا اهو كده 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 ونبدأ ان ايه نجهزه على الطبع هرفع طبعا دي من على النار اسمحولي كده وهاخد طبق هنا هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اهو ويه ممكن نحط جنبه طمط ميا كده كده تسلموا تسلموا حباي بقلبي والله تسلموا انت وتسلم إليكم مرسي تصوير الجميل ده بصوا بقى الكشك بدأ ياخد قوام ازاي بعد اذنكم تعالوا قربوا هنا ويكونوا ليه حصل فيها حاجة قولولي عشان بطبخ بكل جوارحي بطبخ بكل جوارحي بصوا البصل احتمال بصوا كده هنقلب كده تقليبة بدأ بقى ياخد نون عايز اولي حضراتكم قوام الكشك بصوا بدأ ياخد قوام ازاي في المرحلة دي خليني ايه انا اخط نقطة بس نقطة واحدة من عصير الليمون نقطة بس كده تدي كده طعم معين هتبستو بيبستو كريمي ازاي اوكي اوكي طيب كده شايفين ازاي تتحمر بس البصلية تحميلة شوفوا بقى انا بدأت مع البصلية ليه عشان هيجي الوقت الاول ما يبدأ ياخد القوام هحتاج اخد شوية من البصل الحلو ده جوه خليط الكشك طبعا تقدروا تصغروا البصل عن كده ازا انتو حابين بس انا بحب البصل والناس كلها هنا بتحبوا فتقريبا ايه محدش هيتضايق مننا هنقلب كده تقريبا حلوة هاخد بس الروز ده سمحولي اروح اقدمه هناك بسم الله جنب البطاطس الجميلة دي اهنا اهو وتعالوا ناخد بقى طبق هنقدم فيه الكشك انا هستعد الاول لو انا بعمل في علبة او اطباق صغيرة في التلاجة او علب وعايزين تشلوها اطباق صغيرة على قد الوجبة ماشي هنعمل كده بحط شوية كده طبعا بقى اجيبوا حاجة مسطحة كبيرة انا بس هنا عشان لازم اقدم لحضراتكو في احلى شكل وشوفوا صدر الفرخ عمل ما شاء الله يعني يعمل لنا كذا حاجة حلوة كذا كمية حلوة بصوا بقى الخليط تقل ازاي شايفين ازاي شكرا لكم بصوا بقى الجمال هوري بقى حضراتكو الخليط على المعلقة تعرفوا انه مظبوط ازاي اهو هعمل كده شايفين خليط عامل ازاي هعمل كده طالما اهو قعدت هز ماجوش على بعض بسهولة هو ده الخليط المظبوط طيب الشوية الاوليين في البصل اللي بحطهم اسمحوا لي هاخدهم دلوقتي هاخد كده شوية جوه الخليط والباقي هحمروا كاملا لما يبقى كله دهبي زي بعضو عشان بس دي بتدي تاست كده وطعم جوه الكشك بصوا وهاخد بقيت ده بقيت الفراخ جوه هنا ويلا بينا ميغرف بقى الطبق بتاعنا طبعا هجهز هنا كده ممكن على البولة دي او على الطبق ده هاخد منزيل علشان احط عليه منزيل مطبخ احط عليه البصل ده لما يطلع كده حبه حلوين كده هان اهو عشان اما يطلع وهاخد بقى الطبق بصوا بقى خلاص عمل ازاي ده الكشك اهو شايفين قوامه تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم هناخد خلي ده هنا نغرف الكشك بتاعنا هنجيبلوش وناخد كده بسم الله ولا رز ولا اي حاجة طبعا في ناس بتعملوا بالرز مفيش مشكلة بس انا شايف ان هو مش محتاج ان شاء الله مش هتحتاجه تحطه فيه رز وهو يا رز يدقيق ما ينفعش يبقى لتنين بحسه يبقى تقيل قوي اهو تعملوا بقى اطباق صغيرة لما يبقى فيه ضيوف ما بنعملش بقى اطباق كبيرة كده لا بنعمل الراميكانز الصغيرين دول اللي هما ايه اطباق الصغنونة اللي عندنا دي تتميلي وتحط على وشها تبقى يعني فوسط الصفرة فكل واحد بيأكل الكمية اللي على كيفه من غير ما يهدر في الطبق الكبير او الناس كتير تاكل منه فيبقى مثلا مش قادرة تحتفز بيه فدايما نعمل اطباق صغيرة عارفين يعني طبق زي ده مثلا حاضر هفترض هعملهولكو حالا هنشيل بس دي كده خلاص نرفعه من العنار وتعالوا بقى للبصلية الامر دي اللي خلاص اتحمرت كده برفع شوية عشان ما تتحراش بان فيه جزء منها تحمر متقطع اصغر فبحاول ان انا ايه اصبطها كده وعندي طبق اهو هوريه حضراتكو دلوقتي هصب فيه وبالما امسح هنا حرف الطبق كده الكشك ويبقى كريمي مش تقيل ما تحسوش انه الكشك لما تكلوه تحسوا كأنه عامل زي الخرسانة كده لا كريمي يعني بصوا بهز الطبق فيه واول ما يمسك ويجمد هيبقى رائع تعالوا بقى نصفي دول هنا بصوا فين كده كده خلاص هسيبهم بقى يعني يهدوا كده شوية وبعدين هصب هنا على الطبق بتاعي وهو سخن وهو سخن ليه؟ علشان يمسك في وش الكشك بتاعي اهو شايفين ازاي؟ اهو ودلوقتي بقى هستسمح حضراتكم هنطلع لفاصل واستراحة وهنرجع بعد الاستراحة هنشوف مع واحدة نعمل صعوبة جميل كده لو الموزة عندنا لقدر الله لإناس تاوى واحنا في الحر ده طب ممكن نستفيد منه بوصفة ممكن نعمل منه كيك حل وقوي فاستنوني بعد الاستراحة رجعنا لحضراتكم مرة تانية من الاستراحة وسننا دلوقتي ان احنا هنبدأ في الحل وزي ما اتفقنا هنعمل حاجة بسيطة وهنستغل الموزة اللي عندنا الاول انا عملت طبق صغير احنا نقدر نعمل أطباق صغيرة زي اللي انا عملها دي او اصغر منها الصغنانين قوي 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 دول ويبقى جنب كل حد على الصفرة جنبه طبق اللي بيحبه عشان ايه يبقى الدنيا جميلة طبعا مخرجنا ممكن تستردنا بس الكشك بعد اذنك قبل ما نبدأ في الصنفة بتاعنا بتاع الكيك انا هجاز هنا ببولة جنبي بسم الله هنبدأ في كيك جميل جدا الكيك ده كيك بالموز تسلم ايديكو مرسيد زوقة جدا الكيكة شايفين جميلة وعالية ازاي معين ده سوش الشوكولاتة بس جيمة طبعا التكيف هنا تلاجة احنا في الصبين وفي النص ونزل من تحته اه هو بص شوية احنا بقى هنبدأ دلوقتي في وصفة ان شاء الله يعني بسيطة وسهلة احنا هنعمل كيك بالموز ايه هنعمل ايه في الكيك بالموز عندي كوبايتين من الدقيق نص معلقة من البيكينج بودر معلقة كبيرة عندي رشة ملح خمس حبات من الموز انا ليه مش حتى نسبة البيكينج بودر عالية لانه دي انا نسبته مش كتيرة ونسبة الموز عندي عالية طي عندي عصير ليمونة عندي كوباية لربع من السكر عندي كوباية لربع من اللبن تلت كوباية من زيت العباد او زيت نباتي بلاش الدرة خليه دايما عباد معلش يناده سححيها خليها زيت عباد اه ثلاث بدات وفاناليا سيلة اذا توفر الامر هتبقى رائعة جدا اه في ناس مع الموز الموز والتفاح والكمترا اه اه والخوخ دول بيليق معهم شوية الارفاء اللي حابب ما فيش مشكلة مش حابب خلاص دول بيليق معهم طيب انا دلوقتي عندي موز الموز مستوي بصوا حضراتكم الموز عاملة ازاي افتحها تشوفوها مستويه خالص شايفين ازاي احنا اتفقنا ان ينفع لنا لبدائل بديل البيض فاكهة بيوري على طول عايزين تشيلوا البيض من كيكة وتحطوا مكانها فاكهة بيوري الفاكهة بيوري سواء تفاح او كومترا او الموز بس من غير مناكهات دول الحاجات الوحيدة التلات حاجات اللي ما بتديش طعم عالي قوي قوي في الكيك فاتغلوكوا طعمها اللي كيكة بحاجة معينة تمام طيب انا دلوقتي حابب كده ايه ألبس الجلافز خليني اقشر بقية الموز اهرسوا مع حضراتكو في البولة دي طيب لو انا عايز احفز على الموز فترة طويلة لو احنا في الشتاء انا الموز بجيبه كنت بعمل ايه بحط على الجزء اللي فوق ده قطعة كده من السيلبر وبسيبه برا عادي كده باجي هنا بمسك دي الجزء ده بعمله كده وبحطه برا عادي جدا بيحتفز بالموز سليم مفهوش مشكلة خالص فيه ناس بتحطه في التلاجة اللي ده بيسود وتفضل لموزه من جوا بيضة ده في الصيف بقى ده في الصيف طيب انا دلوقتي هفترض ان عندي كده شوية قادر اعمل منه عيش وقدر اعمل منه كيك فانا همسك بقى مع حضراتكم عايش هنقل الطبق ده هنا وهقف كده نسمي الله وان ايه نبدأ نحط الخمس موزات بتوعنا اللي احنا عايزين نهرسه تمام الكيك دي تقدروا لو انتو مش هتكملوها اكل في وقت معين حضراتكم شيلوا الباقي في الفريزر حاضر علشان حاجة واحدة علشان اه لو قعدت هتغير ريحتها لان الموز ده فكهة طبيعية وهيغير الطعم طيب هناخد كده معانا ملك اهلا وسهلا يا ملوكة اهلا وسهلا اهلا اهلا انا مع حضرتك سامعاكي اهلا استاذة ملك تفضلي عايز اوضك بالكريب الكريب حاضر من عيني عايز اوضك بالكريب من العين دي والعين دي عيني من عناي حاضر يا استاذة ملكة ننزل الكريب شباب ماشي حبيبي هاخد بس الشوكة بصوا بقى ههرس الموزة هون بسم الله شايفين ازاي بيتهرس بسهولة واقدر استفيد لو الموز ده ما بقاش عندي كويس هعمل منه طوست فيه طوست بتاع الموز ده رائع على فكرة بيتكل في الفطار الصبح وكمان لما بيتنشف تخيلوا بيبقى زي طوست الجاف بيبقى روعة تحطوا عليه حتة جدنة تحطوا عليه عسل بينات باتر اللي هي زبدة الفول السوداني وتحطوا عليها معلقتين عسل البيض بيبقى رائع تعالوا بقى كده ايه نهرس الموز ده كويس كده عم بنا حاجات نقدر نستفيد منها جدا الفواكه اللي بتخسطع معانا على طول نروح عاملينها فيه وصفات ايه تسند على طول وتبطع وصفات من اغلى الانواع اللي بتتباع ساعات بره الاوروبيين او بره يعني بره مصر عادة الحاجات دي بالنسبة لهم بتتباع في البيكرز غالية جدا عند الخبزين والاماكن دي هاخد هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم هاخد تماما هاخد كده البيض ابدأ اجهز البيض اشوف اخبار البيض ايه معي بسم الله بيضة بيضة وناخد امو حمادة يا مرحب يا مرحب يا اهلا بك يا زوزو اهلا يا فراولاتي ازايك يا روحي ازايك يا زوزاتي انتي عاملة ايه يا روح قلبي انتي روحي وعيني وكلي يا رب بسعيدك مبروك لاولادك الله يبارك في عمرك يا حبيبة قلبي 1000 مليون مبروك ويخليهم لك احفظهم لك يا رب امين ويخليكوا لي يا حبيبتي بصحة وعافية الله يخليك وانا احب ابعث بتالتي الامنية ايوة وهنيها على اولادها مريم الحاروني وعلي الحاروني ماشاء الله والمراكز الحمد لله ماشاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب وتشوفيهم عرايس الله يخليكوا وتشوفي اولادك احسن امين يا حبيبتي في حياتك يا رب تسلميني يا فراولاتي وتحية لكل اهل اسكندرية الغالين علي جدا بحب اسكندرية جدا بحب كل اهل اسكندرية ويمكن ربنا اكرمي انا عندي شوية باع في اسكندرية لما بنزل بجد بشوف الترحيب حتى لو انا عادة في العربية بالصدفة كده لايه ناس تقف وتتصور ونتكلم وبحبهم جدا روحهم حلوة كده وكرمة وجمال طيب انا دلوقتي حطيت البيض حطيت الفانيليا السيلة حطيت اللبن حطيت السكر عايزة الحاجات السيلة كلها اخلطها مع بعض هنا حطيت البيكينج بودر على الدقيق هشيل بقى دول طبعا فيه لسه الزيت ما حطيتوش هحطه حالا عندي تلت كوباية بسم الله بس تلت كوباية زيت هنقفل بقى كده مع بعض نضرب الخليط ده السوا بسم الله رشة ملح بسيطة علشان الضيق والبيكينج بودر اهي هنحطها ونقلد تمام هعمل ايه بقى هاخد الخليط الجميل ده الاول بسم الله هضيفه هنا على الموز عايزين تضربوه كله اوكي بس انا بحب اسيب كده في الموز شوية يبان لان الكيك لما بيطلع سخن الحقيقة وبيتاكل بيبقى روع لو مش هتاكلوه على طول اخدوا جزء منه شلوه في الفريزر ووقت ما تعوزوا تطلعو تاني طلعوه يقعد برا كده يفك مع نفسه ترجع جديدة زي ما كانت لو لا قدر الله نسيته اي كيك برا ويعني الكيك ما بقاش بنفس التراوه والحلاوه لحضراتكم متعودين عليها يبقى خدوه نشفوه اعملوه زي البسكوت زي البسكوت الينسون زي الفايش زي الحاجات دي هاخد كده كمية الدقيق بسم الله وخليني اخد ايه الوس كده شوية شوية بسم الله عشان الهوى يبقى هنا فيه كمية موز لبقسة بها وحطينا نزلونا المقادير تانية اولاد بتاعة كيك ترموز ببواقي الموز اللي موجود عندنا يكون طري تماما هنستخدمه في كيك ترموز دي بطريقة بسيطة مفيش اي حاجة زودناها خالص غير نسبة الموز اللي حطينا خمس موزات من الموز بتاعنا اللي موجود دلوقتي في السوق اهو يا حبيبي كده هنقلب كده وبعدين بعد ما خلص الكمية دي هاخد شوية الدي البقين تاني شوية شوية عشان ما خلقش الهوى كله مرة واحدة يبقى احنا كده اهو بسم الله وعندي الفرن طبعا اول ما ببدأ في الكيك لازم اشغل الفرن على حرارة 180 على الشبكة في النص عجينة الكربة هننزلها بعد اذنكو تسلم ايديكو وعنيكو انا منستش المكرونة بالبشاميل ان شاء الله انا هقولها بس لو ملحقتش اوكي تسلم ايديكو عجينة الكربة معانا لو حابين تصوروها احنا عملنا منه حادق وحلو وان شاء الله الاسبوع اللي جاي وعد اللي طلبوا المكرونة بالبشاميل انا هعملها عملي ان شاء الله عشان حضراتكو تشوفوها بكل التفاصيل بتاعتها بشاميل صحي ان شاء الله بسم الله كده يا ندا ماشي كده يا ندا بتقولي بشاميل صحي قعد على وداني ندا ماشي يا نودي انا اقولهم دايما نقدر نعملها وبطريقة صحية بس انا بقى مش عايزة احط فيها دهون كثير اقزل كده عشانك ماشي يا احمد بس كده احنا عنينا نيجي ويا احمد احمد عمل بايت دلوقتي عشان كده هو راحب بالصحي خطي بالك طيب هتطلع بقى قلب الكيك بسم الله الرحمن الرحيم ده القلب اللي انا عملت فيه اسمحوا لي حط نقطة زيت واحدة بسم الله وهابدأ ايه امشيها بالفرشة في كل الايه القلب كده بالراحة والجوانب كمان لحد فوق وطبعا شوية دقيق نعفرها بشوق وطبعا العمود اللي في النص ده حتى الحد فوق للنساعات بتعلى الحد فوق بتلزق ما بتبقاش ايه تطلع بسهولة يعني طبعا الاوالب دي طبعا دلوقتي بقت يعني اشكال وانواع مش قادر اقول لحضراتكم تقدروا تنقو فيها وعلى فكرة والله احلى صواني اللي كنا بنعمل فيها والاوالب اللي بتاعت الكيك تتباع وتطلع المهم الرقع اللي بيعمل زي ما بيقولوا لكن طبعا التسهيلات اللي موجودة في الأدوات بتاعت المنزل بقت بجد حلو جدا طيب بصوا الكيك بقى هناخد كده ونصب بس خلين اول احط تعفيرة من الدقيقة اهو هاخد كده هاخد كده في الجوانب كده بعمل كده وهنفضها تحت عشان نعمل كده يعني ايه بشكل كويس بسمحوني هنفضها هنا اهو مبقاش فيها تكتلات دقيق ده عشان الكيك فاتح لو الكيك ده مكانش كيك فاتح بسم الله الرحمن الرحيم هتطر احط اه كاكاو لو هي كيكة شوكولاتة مش هحط دقيق بقى هعفر بالكاكاو هعفر القلب مش انا اللي هعفر يعني يلا حبيب بسو كده هنطلع بقى اولا الكيك ما يبقاش يوصل اكتر من كده في القلب عشان ندينه مساحة يعني واستعداد انه يعلى عن كده فما يخرجش برا القلب ويباوز شكل الكيك الفرن عندي سخنة على حرارة 180 هحطه على الشبكة في النص بسم الله الرحمن الرحيم اهو هاخد حوالي من 45 ل 50 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن مش هنفتح على اي كيك ابدا قبل ما يعدي النص ساعة او يعني داخل في النص ساعة بعد 25 دقيقة من انتو عايزينه ونفتح بالراحة عشان ما نهبطش الكيك اه اذا عايزين تجربوا لكن عموما الكيك ما بياخدش اكتر يعني لو قلب كبير ما بياخدش اكتر من الوقت ده هوري حضراتكم شكل الكيك ممكن اقطع لكم قطعة كده صغنونه خليني مريكوا حتى كده بسم الله الرحمن الرحيم شايفين ادي كيك الموز اه في قطع الموز جوه طبعا وهي سخنة رائعة جدا كده كده في سوس شوكولاتا هنا اوكي ايوا اهو ماشي حبيبي طبعا صحوا هنا على قلب حضراتكم طبعا ان بيت اطلع الكيك زي ما انتم شايفين عالية وجميلة اتمنى رب تجربوها وان شاء الله نستفيد من الفواكه اللي موجودة عندنا في البيت حتى لو هي مش فرش احسن حاجة يعني اسمحواي بقى دلوقتي هنروح بعد الاستراحة دي هنلتقي بضفتي اللي هتشرفني واتنواني في الاستوديو دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو نوترال عشان نعرف معاها ازاي نتفادى مشاكل العزام مستني حضراتكم بعد الاستراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة